هل سنبدأ؟ ثلاث جوانب أولاً الجانب الأول من ناحية المفردات المستخدمة في كل لغة منهم أولاً وثانياً من ناحية التهجي أو الحروف بين الكلمات ثالثاً وثالثاً من ناحية النطق بين اللغتين لنبدأ بالفوكابلار دونا نبدأ بالفوكابلار أو المفردات المستخدمة في كل اللغتين في برش انجلس نقول فلات في برش انجلس نقول فلات والاثنين بمعنى شقة سكنية في برش انجلس نقول ميل في برش انجلس نقول فلات والاثنين بمعنى البريد في برش انجلس نقول فلات في برش انجلس نقول فلات والاثنين بمعنى المصعد أو الأسانسر فيلم موذي بوث آر فيلم والاثنين بمعنى فيلم سينمائي سويتس كيندي والاثنين يعطونا معنى حلوى ولكن سويتس برش كيندي ويوجد اختلاف بين البرش انجلس والامريكان انجلس في بعض وسائل المواصلات لوري ترك والاثنين بمعنى شاحنة اندرغراوند سبوي والاثنين بمعنى متر الأنفاق تاكسي كاب والاثنين بمعنى تاكسي هناك اختلاف في الأطعمة تشيبس فرنش فرايز بطاطس مقلية ميز كورن ذرة أوبوجين إيج بلانت باذنجا كوجت زوكيني كوسة هذا كل شيء من الوقت شكرا لكم دومتم في رعاية الله وأمني جيدا